السلام لبناء تسبح الخير مرحبا بكم في قناتي اتمنى ان شاء الله الفيديو تاهاي تلقاكم كاملة مهنيين اليوم عندنا وصفة تاع السردين يعني قاعنا عرفوا نديروا السردين على بالي لكن تشوفوا طريقتي بالكتعجبكم ولا اذا عندنا هنا يا السردين بعد ما غصلت ونقيته طبعا نذكر لك باركليزي بيس اللي درناهم عندي ملح كسبر كامون فلفل كحلف فلفل عكري شوية هريسة وقارس انا بينسور نديروا الملح قبل هو الول الحويتين عارفوا يحبي يتملح يعني هنا عندي شوية كسبر مرحي يابس مرحي يعني مغرف تاكمون مغرف صغيرة تاكمون وهذا فلفل كحل وفلفل عكري طبعا اللي يحبي يعني يديروا العكري سينو لما تحباش ما تديراش هنا نعصر نص حبة قارس تقدري تديري ثاني شوية خل لما عندكش القارس ومغرف صغيرة تاعة الهريسة نخلط بينسور ملح ونخليه يرتاح شوية هنه نوجد طبعا المقرى راح نفرغ شوية زيت على المقرى ماشي بزاف غير يتغطى هذك القاعدة على المقرى هذا ما كان نبدأ نحط في الحوتات تاعة بعد ما نرمدهم تابعا في الفارينا هكا نحطهم ساير داير باش يجينا شكل شباب نحاول طبعا نديرهم يعني بشكل شباب نحط البطن التاع السماكة في ظهر خطها يعني باش يجيوا شكل تاعهم شباب ماشي تخلطيهم برك كي ما راك تشوفي كل واحدة البطن التاعها في ظهر خطها نحطه طبعا المقلة تتقلة هكا فوق النار كي تتحمر الجهة اللولى نقلبه هذك الحوت على الطبسي يكون كبير نعاود نحطه ثاني من الجهة الاخرى هاي لك اذا الحوت تاعنا بعد ما قلينا الشكل تاعه شباب انا رفقته طبعا بصلاطة كي ما راك تشوفو شوية حميس شوية فخيت هاكا وطبعا مطلوع لازم كي يكون الفلفل لازم يكون مطلوع كانت اذا هذه الوصفة تاع اليوم نتمنى تكون عجباتي العجباتك بين سؤال ديري جاملة فيديو واشتركي في القناة وننقلك الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة